معركة صعبة تتوقع السلطات الكردية هنا شمال سوريا خوضها ضد كورونا وسط نقص القدرات والمعدات الطبية الحكومة شرق الفرات فرضت حظر تجول شاملا سبقه إغلاق للحدود الدولية والأسواق والجامعات وشددت إجراءاتها لضبط التجاوزات ولوحت بسجن المخالفين إجراءات لم تبدد مخاوف السكان البالغي عددهم أربعة ملايين ما في هالتجهيزات الجيدة والكافية لاستقبال لا صمح الله إذا صار حالات شو ما نخاف يعني؟ نخاف ولا كلنا خايفين ضعفتوا أنا فيه شغلات نفتقدها نحن يعني مثلا إذا المريض بنحلله وكذا ننطر نبعد خزا على الشام حتى نعمل تحليل إلا وكذا وكذا وتشير المعطيات إلى أن غياب الرعاية الصحية سيكون أبرز التحديات أمام جهود مكافحة كورونا في حال انتشاره شرق الفرات فوفقا لأحدث الأرقام تم تخصيص تسعة مراكز حجر صحي صغيرة في كل المنطقة بينما تتوفر ثمانية وعشرون سريرا في وحدات العناية الفائقة في مستشفياتها وتم تدريب طبيبين فقط على كيفية التعامل مع أجهزة التنفس القليلة أصلا ناشدت هيئة الصحة جميع المنظمات الدولية ومنظمات الطبية ذات الصلاة بمد منطقة الشمال وشمال سوريا بالمساعدات الطبية الممكنة لأنه فعلا نحن الآن محظوظون لأنه لم يشتاح الفيروس مناطقنا وأن لا سمح الله وحصل ذلك لن تكفي إمكانات الموجودة في هيئة الصحة في شمال وشمال الشرق سوريا على مجابهة هكذا وباء رغم خلو المنطقة من الإصابات إلا أن ناقوس الخطر يدق هنا بها شاشة القدرات الطبية للإدارة الكردية وأيضا لعدم قدرة المنظمات الدولية إدخال الأجهزة والمعدات اللازمة بسبب الحدود المغلقة من القامش لجمع كاش العربية